بعد اعلام الهيئة المديرة لنادي سكك الحديد السفاقسي لكرة القدم بالحط من قيمة المنحة السنوية المرصودة للنادي من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية بما قيمته خمسون الف دينار قررت الاخيرة دعوة جماهير النادي للوقفة الاحتجاجية التي نفذتها امام الملعب ومن ثم امام الادارة الجهوية للشركة الوطنية للسكك الحديدية بسفاقس للمطالبة بالعدول عن هذا القرار المشحف في حق النادي على حد تعبير المسيرين المنحة الجمعية من 250 الف من الحط ب50 الف دينار ودعا معناش الفلوس ناخده فيه معنا كيك الطالب برذيب اليوم الجماعة تلعب عن ناسونا لعنده فاندوبوا بطل خريف وصلنا ميساج المسيرة السلمية طاربين بحقوق الجمعية بحقوق الصغيرة هذا ودعت هيئة احباء النادي نواب الشعب والنشطاء بالمجتمع المدني للالتفاف حوله ومساندته خاصة وهو بطل الخريف لهذا الموسم ومهيئ للصعود للرابط المحترفة الاولى وعيب معنا بشي سير في جمعية كيما نذيع اللي خرجت ابطال جوارات ومقابية ولعبوا في جمعيات الكبارة كل وجمعيات الكبارة كل تقرأ لحساب الجمعية هذه سنين استنعوا في النساء في الدعم من الصلاط الكل معنا فهمتها معنا البلدية مش قيمة بواجبة معنا الولاي مش قيمة بواجبة معنا احنا ما حنشطالبين معناتنا لليسنا شوية اقفوا مع جمعية بسيبت سكك الحديد الرياضي سفاقسي معنات السكك قد فيه كل اسم وعمر قيرقوري قد كان فيه كل اسم عدنا الشبان وعندنا وليدات وعندنا كذا ومعندنا اش الممكنية الفلوس وتأسس نادي سكك الحديد السفاقسي عام 1920 تحت اسم نادي الجامعة من قبل تلاميذ المدرسة الابتدائية العليا للذكور واحرز عامي 1934 و1953 على بطولة تونس لكرة القدم كذلك حافظ نادي سكك الحديد السفاقسي مدة 33 سنة على مكانته في القسم الوطني لكرة القدم قبل ان يتدحرج للرابطة الثانية